ماسيد يتأكد من أن الملاك على قيد الحياة من ناحية أخرى تعلق أليف صورها في الشوارع حتى تتمكن والدتها من العثور عليها سوف يرى الملاك صور ابنته يخبر مصطفى ماسيد أنه وصل إلى أثر ملك سيكون ماسيد سعيدا جدا لفهم أنه ليس مخطئا في مشاعر ماسيد الذي هو متأكد من أن طارقه أيضا بعد ملك يريد توضيح الحقائق في أقرب وقت ممكن وتقديم صاره إلى العدالة يشكو فيلدان من شدة العمل ويدعو ملك إلى القصر للمساعدة في العمل يترك الملاك للذهاب إلى القصر من ناحية أخرى قررت أليف تعليق الملصقات بصورها الخاصة في الشارع للعثور على والدتها هل سيرى الملاك صور أليف؟ الضربات التي يأكلها على التوالي تجعل إفسون أكثر عدوانية إنه مستعد لفعل كل أنواع الشر حتى لا يعطي نوراني للبحر لكن الحياة ليست إلى جانبه على أي حال لا بد أنهم بقوا في الشارع مرض نورا يترك إفسون وأردا في وضع يائس لا يقتصر الأمر على الأتاخن فحسد بل يبدو الأمر كما لو أن العالم كله ضدهم الآن ولا يستطيع إفسون فعل أي شيء لحماية ابنته الربيع والحم لا يؤجلان العملية القانونية شكواهم إلى مكتب المدعي العام يبدأ العدة التنازلية لإفسون وسلطان الذهاب إلى السجن أمر لا مفر منه يغمق السلطان عينيه من أجل حماية إفسون هدفه الأول هو المال الذي يحتفظ به إتش أوشليا لأنه بينما يزداد مرض نوراني حدة فإن نقص المال يدفع إفسون وأردا إلى الزاوية يعتقد إفسون والسلطان أنهما تمكن من حماية أسرارهما وبينما بدأوا في الاسترخاء فإن أكبر صفعة في حياتهم تهبط على وجوههم من ناحية أخرى يواجه سلطان وإتشليا استياء لا يمكن إيقافه هذه المرة الشخص الوحيد الذي يمكن أن يركض إليه إتش أوشليا للحصول على المساعدة هو كينا تصبح الرتب أكثر وضوحا وتتعمق الأعمال العدائية في منتصف هذه الحرب يقف طفل دريء نوران بحر وإفسون كلتا الأمهات على استعداد للتضحية بحياتهما من أجل نوران غير قادر على الحصول على الإجادات التي يبحث عنها من إفسون يلجأ بحر إلى إتش أوشليا هذه المرة إنه مصمم على معرفة ما يتم إخفاؤه عنه ويركض إلى آتي فور للحصول على المساعدة السلطان الذي لا يستطيع تحمل ما حدث لهم يتصرف بطموح كبير ليصبح قويا وغنيا مرة أخرى لكن الخطوات التي يتخذها تؤدي إلى أحداث من شأنها تسريع الكشف عن الأسرار دفعت جوليا أسعارا باهظة للغاية أولا شقيقه محمد أمير ثم أبنته أم جي لن يكون المال كافيا لإسكات إتش أوشليا النار مصممة على عدم الخضوع لرحمتها مرة أخرى يحاول بناء جدار بينه وبين ريحان الذي يدخل حياته فجأة ويحاول أبتزازه ولكن في نفس الوقت يبدو كأنه فتاة خائفة ومتهالكة وفي الربيع حان الوقت لنقول وداعا الآن سوف يقرر أي طريقة لمواصلة حياته اتخذ محمد أمير خطوة نحفوفة بالمخاطر لحماية شركته وعائلته من ناحية أخرى فإن إتش إرليا يائسة بما يكفي لإنفاق الجميع من أجل مساعدة شقيقها خطأ أن فولكا يفقد نفسه ويفكك حياة إفسون ونورا ليس فقط حياتهم ولكن أيضا أرضا وسلطان في الحال حان الوقت لنقول وداعا لقصر أتاهان والعودة إلى حيه سيء الحظ حياة الأحياء الفقيرة هي حياة بدون سحر ممكن كيف ستستمر الحياة؟ إفسون ليس هناك عندما تتخذ محكمة الأسرة قرارها بشأن نورا بحر عندما تمد ذراعيك إلى نوران فإن السحر ليس موجودا كما أنها ليست سوى الدمية التي تقع في أحضان الموت جهد آتي لتقديم سيمر إلى العدالة على وشك أن يكلف حياة أخرى لا شيء سيكون من أي وقت مضى نفسه مرة أخرى في حيه غير المحفوظ يؤصل إزحل أسفرميل النضال من أجل الحصول على المسروقات بينما بدأ نفاق بيرتيف وأكاذيبه في العمل أصبح فولكان الآن على وشك لانفجار بصفعات متتالية الحياة بدون سحر لم تعد ممكنة لفولكان أيضا إفسون ليس هناك عندما تتخذ محكمة الأسرة قرارها بشأن نورا بحر عندما تمد ذراعيك إلى نوران فإن السحر ليس موجودا كما أنها ليست سوى الدمية التي تقع في أحضان الموت جهد آتي لتقديم سيمر إلى العدالة على وشك أن يكلف حياة أخرى لا شيء سيكون من أي وقت مضى نفسه مرة أخرى في حيه غير المحفوظ يؤصل إزحل أسفرميل النضال من أجل الحصول على المسروقات بينما بدأ نفاق بيرتيف وأكاذيبه في العمل أصبح فولكان الآن على وشك لانفجار بصفعات متتالية الحياة بدون سحر لم تعد ممكنة لفولكان أيضا على الرغم من أن نوران بعيد عن الخطر إلا أنه لا يبدو من الممكن لهم لم شملهم معافسون عندما سلم نوران إلى منزل الأطفال تنتظر الأسرة الحاضنة واستحاب الفتاة الصغيرة واستحابها إلى منزلها لا توجد طريقة أخرى ممكنة متبقية سوى جعل الأسرة الحاضنة تتغاضى عن نوران وتستسلم في الحي غير المحظوظ يتم تشكيل تحالف جديد وضع زهل وسفرميل أنظارهما على منازل بوتي على أمل تمزيقها بتأكيد هذه المرة والبدأ في تنفيذ خطط متستر سيتم الكشف عن خوانة سيمر تم حرق جميع الجسور من أجل سيمر التي أدركت أنها لا تستطيع البقاء في القصر بعد الآن أدار وجهه إلى كنان سوف تتعلم النار عن خيانة سيمر وتأتي بعده الشخص الوحيد الذي يمكنه حماية بحر من خطر الموت الوشيك هو إفسون لن يتم إغلاق هذه الصفحة حتى يتأذى شخصنا بعد الآن الربيع والنهر الآن على شفى الموت للعب أوراقهم الرابحة للأخيرة يتحرك الحريق لوقف النهر ولكن بعد فوات الأواني لبعض الأشياء كما استنفدت آمل إفسون في استعادة نورا إن اكتشاف أن الأسرة الحاضنة أظهرت قربها من نورا سيكون الضربة الأخيرة التي تدمر إفسون وهو الآن على يقين من أنه ليس لديه فيار سوى المخاطرة بكل شيء وخطف أبنته إفسون أردا ونورا مصممون على الهروب نحو حياة جديدة حيث سيكونون دائما معا ولن يتم فصلهم أبدا أن الحياة هي معلومات الفيديو انتهت هنا لا تنسى الاشتراك في قناتي وتشغيل الإشعارات